بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرفي المرسلين متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد فريق شبيبة القبائل يعد الفريق من أهم الأندية في الجزائر ويتواجد في مدينة تيزيوزو وفي منطقة القبائل تأسس في عام 1946 واطلق على شبيبة القبائل أكثر من اسم مثل النادي الكوكبي من سنة 1974 إلى 1977 ثم نادي جمعية إلكترونيك تيزيوزو من عام 1977 إلى عام 1989 وفي الأخير أخذ اسم شبيبة القبائل ابتداء من سنة 1989 إلى غاية يومنا هذا يخوش شبيبة القبائل مباراة على الملعب الخاص به وهو الأول من نوفمبر عام 1954 بيتيزيوزو يعد شبيبة القبائل أحد أهم الأندية في إفريقيا والأكثر تتويجا في الجزائر ببطولة الدوري حيث يمتلك الرقم القيازي من حيث السعود على منصات التتويج بـ 14 لقبا للدوري الجزائري كما يعد شبيبة القبائل أفضل نادي جزائري في القرن العشرين ورابع أفضل نادي إفريقي حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمتلك النادي هدف الدوري الجزائري في جميع الأوقات وهو ناصر بويش بحصيلة 36 هدف يعد شبيبة القبائل هو النادي الجزائري الوحيد الذي لم يحبط إلى دوري الدرجة الثانية منذ سعوده إنجازات النادي وتاريخي يمتلك شبيبة القبائل العديد من الإنجازات والأرقام القياسية على السعيد المحلي والإفريقي وذلك بعدما تويج بـ 27 بطولة ما بين محلية وقارية وفاز شبيبة القبائل بالدوري المحلي 14 مرة وهو الرقم القياسي حتى الآن حيث يرجع آخر تتويج لعام 2008 بالإضافة إلى بطولة الكأس خمس مرات آخرها عام 2014 كما حقق الفريق الجزائري بطولة السوبر المحلي واحدة وكانت عام 1992 وعلى السعيد القاري فقد تمكن شبيبة القبائل من التتويج بدوري عطال إفريقيا مرتين عامي 1981 و1990 بالإضافة إلى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أربع مرات آخرها عام 2002 بالإضافة إلى كأس السوبر الإفريقي مرة واحدة عام 1981 ويستعد فريق شبيبة القبائل للتنقل إلى ملعبه الجديد والذي ينتظر الأنصار بفريق الصبر خاصة وأنه سيكون يليق بحجم الشبيبة خاصة وأن الملعب سيكون يتسع لخمسين ألف متفرج وهو تعفى وفي الوقت الراين وحتى قبل فترة التوقف الإجبالي يتواجد شبيبة القبائل في المركز الرابع بجدول الترتيب الدوري الجزائري برسيد 36 نقطة وبفريق أربع نقاط عن شباب بلوزداد المتصدر بأربع نقطة ويقود الفريق حاليا التونسي يمين الزلفاني الذي تولى مهام تدريب الفريق منذ فترة ليست بالقصيرة وخضم شبيبة القبائل ست مباريات حقق الفوز في ثلاث منها والتعادل في اثنين وخسيرة مباراة واحدة فقط وهناك أمال عرضة على المدرب التونسي أن يعود بالشبيبة إلى منصات التدويج مرة أخرى هذا هو تاريخ شبيبة القبائل زعيم الأندية الجزائرية إخواني في الفيديوهات القادمة سوف نقدم لكم تاريخ الأندية الأخرى إلى اللقاء